السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحباتي في الله متابعين قناة تفسير الأحلام مع رانيا هقدم لكم النهاردة تفسير رؤية الشوك في المنام أو رؤية الأشواك في المنام الحالم الذي يرى الشوك في الحلم فأنه متعب في حياته بسبب شخص سيء ويتصف بالقصوة فإذا رأت العزباء الشوك فأنها لا تنال الراحة والسكينة في حياتها بسبب قصوة أبيها أو أخيها أو خطيبها أما المتزوجة حينما ترى أشواكا كثيرة في المنام فهذه كناية عن حياتها المؤلمة المليئة بمظاهر الظلم والتعاسى بسبب قصوة زوجها ومعاملته السيئة لها المطلقة التي ترى الأشواك في الحلم فأنها تألمت بما يكفي في حياتها الماضية بسبب سوء أخلاق زوجها السابق وهي حتى الآن تحيا في حزن وقرب بسبب الزكريات السيئة الراصخة في عقلها عن زوجها السابق أما الشوق الذي ينغرس في يد الحالم أو جسمه بشكل عام في المنام فأنه دليل على ديونه التي تتعبه في حياته وتجعله يخجل من نفسه ومن الناس ولو أزال الحالم هذه الأشواك فأنه لا يرضى بالزل ويكتهد في حياته ويحصل على المال وبالتالي يعيد للناس الأموال التي اقترضها منهم ويعيد معها كرامته ونظرة الاحترام من الآخرين تفسير رؤية الأشواك أو الشوق في منام العزباء ابن شهين اتفق مع الفقهاء الآخرين في تأويل الشوق وقال أنه دل على التعاسة ولو العزباء رأت الشوق يملأ أرض منزلها في المنام دليل على الإزعاج والمشاكل التي تتأذى منها بسبب التفقق الأسري وقصرة الخلافات مع أفراد الأسرة قد تكون رؤية الأشواك في حلم العزباء عبارة عن تحذير من الإنغماس في الفتن والمعصي ورؤية العزباء شابا معروفا يعطيها مجموعة من الأشواك في المنام فأنه شخص خبيث ويريد الضرر والشقاء لها ولو أكلت العزباء في الحلم الكثير من الأشواك فأنها عصية وتفعل الإيسام يوميا في حياتها فالحلم سيء بدرجة كبيرة ويحذر الحلمة من غضب الله وإذا أرادت أن تحمي نفسها من العقاب الإلهي فعليها بالتوبة القريبة والاستغفار وطلب العفو من رب العالمين تفسير رؤية الشوق في المنام للمتزوجة المتزوجة حينما تجد أرضا في منامها مليئة بالأشواك واضطرت أن تسير عليها حتى تصل إلى الجانب الآخر من الطريق دلت الرؤية على ضغوط كثيرة ومرهقة تتحملها الرأية في حياتها وتلك الضغوط متعلقة بتربية أطفالها ومهام منزلها ومتطلباتها التي لا تنتهي إذا أكلت المتزوجة الأشواك مع زوجها في المنام فأنهما يكتمعان في تجارة حرام ويكسبان منها الأموال الغير شرعية لو المتزوجة رأت أن زوجها يطعمها الأشواك رغما عنها فأنها تعيش معه بالإجبار وتعامل معاملة سيئة ومختلفة تماما عما أمر به الله تعالى وعندما تظهر في المنام إمرأة معروفة تضع الأشواك في منزل الحالمة فأنها ربما تكون إمرأة ساحرة وتضع السحر في منزل الرأية أو تكون إمرأة جالبة للمشاكل وبسببها تتفاقم أزمة الحالمة مع زوجها في الواقع إذا شاهد الرجل أشواكا كثيرة تملأ الحوائد في منزله فأنه لا يخرج من أزمته وإنما ينغمس فيها أقصر مما كان حيث أنها تتضاعف وتزداد وهذا يؤثر بشكل سيء على حالته النفسية والزوج الذي يشاهد فراشه مليئا بالشوق في المنام فهذه إشارة بأن زوجته سيدة فاسدة وأفعلها سيئة لو الحالم أكل شوك السمك في المنام وشعر بألم شديد في الحلق لأن الأشواك سببت له جروح فالرؤية دل على أن الرأي يعيش فترة من حياته يعاني فيها من الآلام النفسية وعندما يرى الرجل أن شوك ينغرس في قدمه ويشعر بسببها بالألم فالرؤية تعني أنه يسير في درب مليئ بالمحاطر ولا بد أن يتركه قريبا حتى يحمي نفسه من الشر أيضا المفسرون قالوا أن الرأي عندما يشعر في المنام بألم شديد في يده اليمنى بسبب الأشواك التي دخلت فيها فالرؤية محزرة وتعني قصرة معاصي وابتعاد عن طاعة وعبادة الله وإذا شوهت في المنام أن الشوك دخل في اليد اليسرى فأنه يمارس حرفة أو مهنة يستخدم فيها يده في الحقيقة والحلم يؤول بأنه سيتوقف عن العمل فترة من الوقت ويعاني صعوبات كثيرة تفسير رؤية نزع الشوك من اليد في المنام رؤية إزالة الشوك من اليد تشير بأن الحارم فعل إسمان وسوف يكفر عنه ويتوب إلى الله والشخص الذي يعمل في الحرفة اليدوية ويشكو من توقف العمل في الحقيقة وراء في المنام أنه يزيل الأشواك التي ملأت يده حتى شعر بالراحة فالمنام مبشر ويؤول بأن الأسباب التي جعلت الرأي يتوقف عن العمل سوف تزول أما رؤية أشواك كثيرة في الملابس أو السياب فأنها تدل على الغيبة والنميمة وبعض من الناس يتحدثون عن سمعتها وسيرتها إن كانت عزباء يرم الشوك الصبار في الحلم على أن الرأي إنسان صبور ولا ييأس من رحمة الله رب العالمين تفسير رؤية الشوك في المنام للمرأة الحامل الأشواك في حلم المرأة الحامل تشير إلى مناغصات كثيرة تقتحم حياتها بسبب الحمل وما به من متاعب ومشاكل صحية ونفسية كثيرة ولو شهدت الحامل أنها تسير على الأشواك في المنام فأنها تعاني من الحمل ولا تجد من يراعي ظروفها الصعبة وإحساسها بالمعاناة وبالأخص زوجها فأنه يهملها ولا يمنحها القدر الكافي من الأمان والرعاية في هذه الفترة الحريقة ربما يفسر الشوك للمرأة الحامل بأنها سوف تتفاجأ بولادة طفلة وهي كانت ترغف في ولادة ولد والعكس ولكن الإنجاب بشكل عام هو رزقا كبير من الله وواجب على الحالمة أن ترضى وتشكر رب العالمين على نعمته وإلى هنا تنتهي حلقاتنا ونلقاكم في تفسيرا جديد فلا تنسوا دعمنا دائما بالإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم دائما كل ما هو جديد لنا إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة